القضاء الإداري أيضا يطالب الداخلية بالإفصاح عن مكان كاميل يشحات قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة الدكتور المستشار عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوة القضائية المقامة من الدكتور حامد صديق التي يطالب فيها الكنيسة بالإفراج عن كاميل يشحات إلى جلسة 17 سبتمبر القادم مع تكليف وزارة الداخلية بتقديم كامل ملفها من الأمن الوطني والأمن العام وتوضيح كيفية العثور على كاميل يشحات وإلى من تم تسليمها